السلام عليكم اليوم سوف نشارك معكم سابلي رائع بمعنى الكلمة نجح من اول تجربة يأتي مقرمش في واحد المضاق مختلف مغاهير ويأتي نجح مليون في المياه لا يتبتلي الشكل في الطياب لا يتنفخ وصفة مضبوطة مئة في المئة ويأتي خدمو بها في الباتيسرية الكبار ويتباع بثمن غالي دعوكم معي الاخير اشتركوا المقادر وطريقة التحضر سوف نحتاج 250 جرام من مارغارين من الثلاجة من قبل ونقطعها سوف نحتاج كاس عنبة من زيت المائدة بيضاء من سكر ساندة سكر ساندة معلقة كبيرة عامرة من الثلاجة لتخدمها بسهولة ويأتي معلقة ملحة لدي ملحة لدي نكهة ملحة من طحن 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 لدينا يمكنك من طحن من طحن ملحة ملحة مجدد من طحن من طحن 700-750 جرام تقريبا 7 كؤوس عنباء بالنسبة للخدمة لا نعمل بها في الأول سوف نطحن كل شيء حتى يأتينا كل شيء سهل سوف نأخذ الزبدة خرجها قبل من ثلاجة حتى تكون طويلة والغليكوز يكون خارجي من ثلاجة من قبل سوف نأخذ الزبدة في الأول سوف نأخذ الزبدة والحليب بودرة والبيضة سوف نطحن هذه الطحنة خفيفة حتى تبالي الزبدة لا تبقى فيها الحبيبات سوف نزيد البيضة ونزيد البودرة والحليب والبودرة والبودرة سوف نخلط الزبدة ونجمع الزبدة في الأخير لا يوجد خمارة يجب أن نجمع الزبدة ونجمع الزبدة كما العادة لن نزيد الزبدة لا تبقى لها الحبيبات لأنه يستطيع التفقية لتنمي الزبدة سوف نقسمها على 4 جنيه سهل سوف نغلفه بالبلاستيك الغدائي و ندخل الثلاجة حتى يرتاح السابلي خدمته و بني اديكم بالزفرة سوف تلقيكم الزيت و سوف يتشق لكم من بعد سوف ندخل الثلاجة و كله ينفخ و كله ينفخ و كله ينفخ نجمع حتى يدخل طليا و نغلفه و ندخل الثلاجة على الأقل 30 دقيقة و نجمع حتى يجب و نلقيها و سوف ندخل الثلاجة تجد 30 دقيقة من المهم بأنه نجمع حصول الثلاجة بأنه ندخل الثلاجة و سوف ندخلها بما بين البلاستيك الثلاجة بما تحضر بما في الصابلي أو أفق البابيه كويسان من يمكنك التحضر نصيحة لكي ينفخل العجين نتخل منها فوق البابيه كويسان و سوف نقدم بمسك و لكن يكون يدفع بسخون و انا اضعها برقة طبخة او بابيك بيصون لكي يأتي الشكل مقد نحاول نرققه وصف لكي يأتي مكان يرقق يزوين غير انه لا يجبني ارقق كثير من القياس و نحاول نطلقه كامل القياس باحد مديني بلاسه غليظة و بلاسه رقيقة الشكل الذي اختارت ندير هذا مربع يأتي محفور من الوسط ممكن تاخده غير مربع عادي و تحفره اي قطعه عادي ممكن تحفره من بعد بشي حاجه لعندكم اغلاقه مثل القرعه صغوره او الاره هذو كل القطعه الصغورين يتباعه بثمان رخص و موجودين في الاشكال كان مربعين كان مدورين و مهمرا موجودين نصف كمية دي الصابلي كندير هسا بل ما محفوره و متى بقى كنديره محفور كنحاول نجيب الاعداد بحل بحل باش هكا كي يجيني الصابلي كامل مقد سوف نهزه و نديره في واحد البلاتو و نديره في الفريغو خصوصا الى كان عندكم مثل الجو سخون هالطريقة كتعونكم بزاف اني ما كتتحزو الصابلي حتى كتدخلوا الى كونجلاتور واحدة عشرات يالدقيق ما كاملاش كي يشد راسو كتبليو كتحيدوه بكل سهولة ما كيعويش لكم في الديكو هذه المرحلة غير اختيارية ولكن نصيحة من عندي ديروها ركتشي مليان الى عندكم الوقت سوف تدخلوا الى عشرات دقيق سوف تخرجوها و تنزو الصابلي بكل سهولة سوف تلطفوه في الطاوى طاوى كل ما كتلصقش او اللا ديرو لها البابيك بيصوم من الاحسن مهم انا راكملت الكيمياء اللي عندي كاملة في الاخير عد ندوز التزين اختارت الشكل الثاني در الدوائر اللي هما عاديين حاولت نخدم لكم بقطاعات اللي هما بساط اشكال اللي هي بساطة ولكنها راقية من طبع الحال درون كما الاشكال اللي بغيتو خديت هنا غير قطع دائرية عادية قطع الدوائر نص كيمياء غنخليها عادية ما غديش نحفرها والثانية سوف نديرها واحد الحفيرة عكا في الوسط بدائرة او مربعا عندها تشكيل هذا وسوف نكمل بنفس طريقة سوف ندير هذا الجينة في البلاتو ندخلها للكونجلاتور 11 ديالتقيق وكنن خرجها انتم تشوفو كنزب لي ما كيتبديلش ليش لحتى ما كيعوش لي فدية يعني كنهزوكي هزيتو ونحطوه في الطاوى كيبقى مقد كيبقى من العجينة السابري كيبقى تبديلها هذا سبب من الاسباب إلا العجينة تخفت لكم في الدكوم وانتم ما كتبعوها تنقلوها لطاوى من طبيعة الحلغة يجيش شكل ديال الحلوة مديفورمي لا يجيش محافظ على شكل دياله العجينة ملكة شطلية لم نرجع شندلكها او لما قد نكتر عليها جميع كنجمعها كغير كنكورها وكنديرها في المعليمونتاق وكندخلها لتلاجة تعود ترتاح ونحن نطلقها عادي العجينة ملكة شطل وكندخلها لك فيها ونحن نخدم بها سابري كيبقى شكل الثالث دوائر بحل الورده وهو صغار وهو صغار شوية وحفرته محفرة كبيرة شكلها كيبقى النص نحفره ونحفره من طبيعة الحلغة ونحن نقلها بنفس طريقة كنجلة 10 دقائق ونحن نقلها لطواة الفران طواة الفران ونحفره ونحفره كانت هنا ونحفره 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 المهم لانهي من يتفوق ونحفره 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 لدينا كوكا سوف تبدل مضيق قليلا ولكن لكم اختيار كم مرة نعمل بكوكا ولكن احاولوا تجربوا غير باللوز كونكاسي ونحن نجد بياض الابد خفيفة نجد بياض الابد نجد بياض الابد ونجد بياض الابد هذا الشكل الأول هذا الدوائر سوف نأخذ لوز افيلة نضيف بياض الابد نسيق الابد فقائف الابد سوف نضيف في اليوم قياف يمكن التجربة على الصابلة ويصبح على المنظر فقائفه فقائفة لنضيفه خفيفة ونجد بجيئة فقائفة لا تخافه لا تخاف منه عند احد دراسه قام بحاجة تسربه نخلط مع اللوز افلين ونضع لفوق من الصابلة ونضع اللوز افلين قام بحاجة القيام في الفرر قبل ان نضع الثاني سوف نقول لكم الطيبة للصابلي طيبة للصابلي مهم بسعب يريد ان يكون مهيلا لا تكون مجهد و حتى كانت عامل من تحت و من فوق و لكن المهيلا من يكون مهيلا لضغيه يتحمر يأخذ المنزوين من تحت و من فوق و الونز يأخذ حميره و يأخذ مقرمش إذا كانت العفية مجهده كيتبوه قصابلي وماكيطه بشمل الداخل الشكل الأخير تقطع ليها تصوير ولكن سأشرح لكم بذلك كيف حدرت خديت اللوز خضر اللوز عادي بالقشرة دياله هرمشته غيبه بوحده غلط واحد شوية وكان خليه غلط باش يجي يمشوك فوق من عده قصابلي درت له بحال شكلتها اللوز إفلي شوية تيال بيض البيض خلطه معه القياس اللي غادي يتلبسوه ليد وكل حبات به فقط لم يكن أكثر بيض البيض لكي لا تبدل لون هذا اللوز في الفران وكان نأخذ دوائر محفرين لديهم خفيفة ببيض البيض وكان نأخذ كمية بيض البيض البيض ونضعه من الفوق بشكل عشوائي ونضع طبقة لكي تكون شوية بينه لكي يجي يمشوك ويجي يزوين في الفران وفش كيطب الصابلي لا تحركوه حتى يبرد يلاقصته وصخون راكامل يتهرس لكم بالآن بوضع بيض البيض البيض الاشياء بالآن اخرج بيض البيض 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 ال TD وكان يتعلن له بشكل عشو لديه التحركوه خلطه لديهم المهم قد تبير يدعم راقبه فقط قد نشعر بحش الأن قد نسمح بجهول بطلاً لا تبقى تظهب قليلاً هم الأشياء بطلاً البوضان هي أهماً هذه أهم شيء هذه الشكل المشكلة التي تشاهدها في هذه اللوز قمت بها نيسلي كراميل من طبيعة الحال تقدروا تقوم بعمل كونفيتور أو أي شيء أعطى الله لكي تلسقوا غير هو أحد يمكنك أن تصاب لها راقي وصابل اللي هو مطلوب ويتباع بالثمن يجب أن تكون مدى كراميل ويجب أن تكون مدى ويزيدون لدى لدى نكمل هذه الشكل المشكلة كامل قمت بها نيسلي بالنسبة للجناب لا نكتر بهم لكي لا يخوف كراميل من الجناب كنا نفعل الكراميل بالضبط في الوسط لكي تتعلق لديك الحفيرة فيها الكراميل بين ويجب أن نجمع الصابل اللي من اللي كنسلي نجمعه و60.000 شبوطة على الصابل الثاني سأخذ نصف كاس ومشماش الخاص ب الحلويات سنضيف عليها معلقة كبيرة عمرها مزيان من الجليكوز كما تريد الفخيز او اي نكهة حامض و فرمبوز لم يكن كثيرا اضع شيء على بطا حتى يبدو يغلق نجد نور الغلاية واحد دقيقة لا نطول على الطياب لكي لا يتحجر و مباشرة نجد الحفيرة و نجمع الحفيرة و نجمع الحفيرة و الشكل الاخير عوض من لاقيه بالشكلات عادي الشكلات عادي مشكلة من اللي يبرد يقصح خصوصا لك انتو سوف تدروا السابلي من بعد في الثلاجة و اللي سوف تحفظوا عليه من بعد تجدوا هذا الشكلات قصح حجرة هذا علاش سوف ندر انا قاناش سوف نأخذ مئتين جرام شوكولات غيش إذا تريدوا قاناش يكون بنيين من طبيعة الحال ندروا شكلات نوعية جيدة يعني على الاقل تكون فيها 5500 كاكاو ندوبه و نزيد عليه 100 جرام ديالك 5 خش مع معلقة الزبدة الزبدة الحيوانية وهذا الشيء كامل يبقى اختياري من طبيعة الحال تقدروا تعمروا باللي عجبكم هذا بالحق ديال الكراميل رأي يقدر يقدروا في هذا الصابلي كامل و خاصة باللي كثير سوف يقدروا في الصابلي كامل او للكونفيتر او للي عجبكم انا اعطيتكم اختيارات و انتم ما شوفوا لي ناسبكم المهم يجربوهره يجي رائع طريقة الاحتفاظ به ضروري بواطاتكم و مغلقة الاحكام لكي يتفادى و يتعرض الهواء و يرتاب أو لا يقصح على حسب نوعية الجو عندكم وهذا هو الشكل و كيف تشوفوا يجي اراقي بلاك تردتك الزباق و هذا الشكلات و دكة لمولة السليكون و لمولة الشكلات غير هكا يجي خفيف و كي يتباع بثمن غالي لا يتباع بثمن غالي لا يتباع بثمن غالي لا يتباع بثمن غالي لما نقول لكم شكي يجي رائع و شوفوا ما شاء الله ستبال لكم القرمشة يجي بنين يجربوه بهذه الطريقة كان هذا اقتراحي اليوم نقول لكم خليتكم على خير إلى اللقاء شكرا